موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكاميرون بولبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن اعتزاز جلالته بروابط التضامن والصداقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين والبلدين وأكد جلالة الملك لرئيس الكاميروني عزم جلالته على مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في توطيض أسس التعاون المغربي الكاميروني بما ينطوي عليه من إمكانات واعدة في خبر آخر افتتحت اليوم ببالي بإندونيسيا أشغال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء بمشاركة حوالي ثلاثين ألف ضيف يمثلون مائة واثنين وسبعين بلدا من بينهم وفد مغربي رفيع المستوى يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وتجرى فعالية حفل افتتاح هذه الدورة المنظمة تحت شعار الماء من أجل ازدهار المشترك بمركز المؤتمرات نوسا دوا ببالي ويعرف هذا الحدث الدولي الذي ينظمه المجلس العالمي للماء والحكومة الإندونيسية مشاركة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المؤسسات الدولية والخبراء والفاعلين في القطاع من أجل مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالماء المادة الحيوية المهددة بتأثير التغيرات المناخية وخلال حفل افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش رفقة وزير التجهيز والماء نزار بركة بتسليم النسخة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمي الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعات التابعة للأمم المتحدة وحصلت المنظمة التي تم اختيارها من بين 84 ترشيحا توصلت به أمانة جائزة الحسن الثاني العالمي الكبرى للماء على شيك بقيمة 500 ألف دولار أمريكي نظير التزامها لفائدة تأمين موارد المياه من أجل السيادة الغذائية والازدهار المشترك وفي كلمة بهذه المناسبة أكد أخنوش أن جائزة الحسن الثاني العالمي الكبرى للماء أحدثت تكريما لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لجهود جلالته في مجال السياسة والتنمية المستدامة للماء لسيما من خلال بناء السدود وشبكات الرأي على سعيد آخر خلال مؤتمر اللجنة الرابع والعشرين لمنطقات الكريبي الذي انعقد في كاركاس من الرابع عشر إلى السادس عشر ماير جاري جددت كوديفوار دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي اقترحها المغرب من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية حيث أكد ياسي برو والوزير المستشار بالبعثة الدائمة لكوديفوار لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء التي اقترحها المغرب والتي حظيت بدعم أزيد من 107 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما أشهدت بابواغينيا الجديدة بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية حيث نوها القائم بأعمال بابواغينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة فريد سيروفا بالدعم الدولي المتنامي لهذا المقترح القائم على التوافق ودلمزدقية معربا عن التفاؤل بهذا الدعم الذي سيساهم في مواكبة كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع بغية إيجاد حل ودي ومستدام وسلمي من جانبها جددت سانت فينسنت وجزر جرينادين دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي وصفة إياه بالحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال سنة أندروز مستشارة البعثة الدائمة لسانت فينسنت وجزر جرينادين لدى الأمم المتحدة التي دعت كافة أطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة والسعي نحو إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمدرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة بمناسبة الذكرى الثامنة وستي لتأسيس المدرية تميزت بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم إبلاغ وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية نتابع منصة رقمية جديدة تحمل اسم إبلاغ تم إطلاقها خلال الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمدرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة والتي تقام بمناسبة الذكرى الثامنة وستين لتأسيس المدرية إطلاق المنصة يهدف إلى محاربة الجرائم الرقمية جديد هذه الدورة الخامسة وهي المنصة الرقمية الجديدة منصة إبلاغ وهي منصة تم تطويرها من طرف الأطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والتي تهدف إلى إشراك مستعملية ومستعملة الأنترنت في محاربة الجرائم في العالم الرقمي حيث سيصبح بإمكانهم التبليغ على مدر 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع على جميع المحتويات غير المشروعة على الأنترنت الرواق الجريمة السيبيرانية بالمعرض يرم تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبيرانية والأساليب الإجرامية المحتمدة إلى جانب سبول الوقاية منها عبر مجموعة من الورشات التحسيسية دولية المشاهدين أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر الحادث الذي تعرضت له المروحية التي كانت تقله أمس الأحد شمال غرب البلاد أوضحت الوكالة أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعددا من المسؤولين الذين كانوا برفقة الرئيس لقوا مصرعهم أيضا في هذا الحادث وقد وقع الحادث عندما كانت المروحية تحلق فوق منطقة جبلية في ظروف مناخية صعبة دوليا دائما قالت روسيا إنها صدت هجمات للجيش الأوكراني وضربت عدة أهداف عسكرية في حين قالت أوكرانيا إنها أضعفت هجمات القوات الروسية بحسب آخر التحديثات من الجانبين هذا وقالت بزارة الدفاع الروسية إن قواتها أصابت الدبابات الأوكرانية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة ومستودعات الضخيرة وأهدف أخرى بالإضافة إلى ذلك اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية عددا من الصواريخ التكتكية والقنابل الجوية والصواريخ والطائرات بدون طيار الأوكرانية من جاتها أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن معارك عنيفة على خط المواجهة مضيفة أن قواتها اتخذت جميع التدابير اللازمة لإضعاف هجمات القوات الروسية في أشعان الدولية دائما وبعد شهرين تقريبا من استضام سفينة شحن دالي بجسر فرانسيس كوتكي بمقاطعة بالتيمور بالولايات المتحدة بدأت السفينة رحلة طولها ميلين ونصف إلى الرصيف في ميناء بالتيمور ويعد نقل سفينة دالي خطوة حاسمة في الجهود المبذولة لإعادة فتح القناة الرئيسية إلى الميناء بالكامل التي كانت مغلقة منذ الساعة الأولى من يوم السادس والعشرين مارس الماضي عندما فقدت دالي قوتها واصطدمت بالجسر مما أصفر عن مقتل ستة عمال هذا وتقدر ولاية مارلاند أن إعادة بناء الجسر ستكلف ما بين 1.7 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار وتتوقع اكتماله بحلول خريف عام 28 و2000 نعود مشاهدين إلى المغرب حيث فاق عدد زواري الدورة هي التاسع والعشرين للمعرض الدولي لنشر والكتاب الرباط التي اختمت فعالية أمس الأحد 316 ألف زائر حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل وذكر بلغ للوزارة أن هذه الدورة من المعرض شهدت إقبال أعداد غفير من الزوار تجاوزت العدد الإجمالي لزوار المعرض تجاوزت 316 ألف زائر بارتفاع نسبة 32% مقارنة مع الدورة السابقة وحسب المصدر ذاته فقد شكلت هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب محطة جديدة في مصاري هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يبرهن في كل دورة على قيمة وجدوى الجهد المبذول من أجل جعل الكتاب قريبا من المواطنين هذا وشكلت مختلف أيامي المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط متنفسا ثقافيا كبيرا لزوار التظاهرة التي عرفت كما قلنا إقبالا كبيرا من مختلف مناطق المغرب من فضاءات المعرض الدولي نتابع لنشر والكتاب طبعا نتابع هذا الروبرتاج لعبلة طب طالب المعرض الدولي للنشر والكتاب موعد سنوي لكثير من الباحثين عن إصدارات دور النشر الوطنية والدولية في مختلف التخصصات هؤلاء الطلبة بجامعة أبي شعيب الدكالي في الجديدة شكل المعرض له مناسبة للبحث عن مراجع قصد استكمال مساراتهم الأكاديمية مرد الكتاب هو نعتبر نحن كطالبة باحثين يعني هو فرصة للعطور على عدة كتب التي يصعب العطور عليها وكذلك نخرج عن الكتب الوطنية وننفتع عن الكتب الدول العربية الأخرى كالسعودية كالإمارات أكثر من سبعمائة دار نشر استقطبت المهتمين بالنشر والكتاب من كل المشارب من أكاديميين ومهتمين وهوات للمطالعة بصفة عامة محسن قديمة من مدينة العرائش كغيره من الزوار بحثا عن الكتب غير أنها تخص مجال القانون هذه فرصة يعني ما كنت تكررش يعني مرة في السنة وبالتالي يعني محطة ممكنش يفوتها الإنسان باعتبار واحد محطة تقافية وأنه يمكن يطالع فيها على آخر الإصدارات بغض نظر إلى الاهتمامات التي تقدر تكون عند الواحد أنا الاهتمام عندي في المجال القانوني ودراسة حقوق الإنسان هذا في المجال ذينا نحن ولكن كنت تنوع يبدو أن هذه السنة أن الكتب متوفرة لا سيما فيما يتعلقه في المجال القانوني في الذي يدخل ضمن اختصاصاتنا بالتالي فهناك كتب متنوعة فهناك مجموعة من الزوار كل زائر يبحث عن مجال تخصصه مختلف شرائح المجتمع جددت توصلها مع الكتاب في تظاهرة وفرت دور نشرها ما يفوق مائة ألف عنوان لتكون ضالة كل الزوار من كل الأعمار بمن فيهم الأطفال جئت من مدينة سدوان لأقتني بعض القصص والكتب كي أستطيع أن أقرأها في المنزل لتساعديني في الدراسة والنوع الذي يعجبني من قصص المغامرات التي تتحدث عن الأشخاص الذين يغامرون في الجبال وغيرها من الأماكن كي تساعدني في دراستي نحب الكتاب وتنحب نقراف الكتاب والشرف الكبير لي أن المغرب كي يحتضن هذه الدورة ديال هذا المعريض اللي تبارك الله كيتواجدوا فيه إلى ما نقول الناس مشتاء أنحاء المغرب إلى ما نقول من برى البلاد كي يجيون الناس إقبال كبير على أروقة المعرض الدولي للنشر والكتاب وعلى أكثر من مائتي فقرة ثقافية خلال هذه التظاهرة معرض الكتاب فسحة سنوية أعادت الدفء لخير جليس في الزمان وطنيا دائما أفدت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية بأنه في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم سيتم ابتداء من اليوم العشرين ماير جاري الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم السنة الجارية وأكدت المديرية في بلاغ أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية وبرنامج الدعم السكن وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من أربعة ملايين أسرة المغربية ووفق هذا المنظور الإصلاحي سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره درهمان ونصف درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة ثلاثة كيلو جرام وعشرة درهم لقنينة غاز البوتان من فئة اثنى عشر كيلو جرام رياضياً مشاهدين فازا البطل العالمي والأولمبي المغربي سوفيان البقالي بسباق ثلاثة آلاف متر موانع ضمن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى رابع محطات العصبة الماسية التي جرت منافستها أمس الأحد بالملعب الكبير لمراكش نستمع لتصريح البطل سوفيان البقالي سبق مكان شهد كمكان كيبال جامع الحمد لله خديد سبق بوح طريقة اليوم مغيرة كما قلت في الأمس اللي وصعها فيها فالكل شاف أنني ما تتبعش أرانيب ما تتبعش الوضعي تكنت اليوم ففضلت أنني مقاح صلى آخر لفا الحمد لله جاءت الفوز بطريقة اللي بغيش عنه يوم ما بغيش بوح طريقة سريعة خصوصاً بعد العودة اللي الحمد لله ما دي صاب لي خلتني أنني نوقف في واحد مدة طويلة ولكن الحمد لله ما فقدشت أعمال لرغاعة المنافسة فأقرب وقت ممكن لأن الكلك عارف بأن السنة مؤمنة للسنة للكل كيتسنى سوفيان البقالي في الألعاب والنبيا فالحمد لله كانت طماء الجماعي المغربية فنقول اليوم الحمد لله حنا رجعنا ورجعنا بقوة إن شاء الله سوف نمشي وكمل السنوات الماضية إن شاء الله تقابدقاكي نقول وحنا المغربة إن شاء الله أحتل الألعاب والنبيا رياضيا دائما توجى الزمالك المصري ببطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد تغلبها على نهضة بركان في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحضب القاهرة برسم إياب المصابقة القارية وهذا التتويج هو الثاني للزمالك بعد نسخة 19-2000 في حين أخفق الفريق البركاني في انتزاع لقبه القاري الثالث بعد نسختي 20-2000 و22-2000 وانتهى لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوع ببركان بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واحد إلى تطوان حيث فاز الفارس الغالي بقاع بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس برسم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاثة نجوم المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرفي الحرس الملكي ردوان مستقيم في المتابع ممتطيا الفرس أوغولينو ديوكلو وبحلبة لايبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان فاز الفارس الغالي بقاع بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس برسم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاث نجوم المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الحرس الملكي الغالي بقاع حقق لقب هذه الجائزة التي جرت في جولتين بعد قطعه المطافة دون خطأ وفي زمن قدره 39 ثانية و30 جزءا من المئة كما ظفر بالمركزين الثاني والثالات ممتطيا على التوالي الفرس كولمي بلو والفرس ايكيس أنا محظوظ جدا لإجراء المسابقة ممتطيا ثلاثة خيول رائعة مكنتني من تحقيق هذه النتيجة اهتمامي منصب على الاستعداد جيدا لأسبوع الفرس وباقي المسابقات المقبلة وحل في المرتبة الرابعة الفرس علي الأحرش ممتطيا دوغلاس ميل يليه في المركز الخامس حامل لقب دورة العام الماضي الجراوي جات وفي نهاية هذه المسابقة أشرف مولي عبدالله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مرفوقا بالفريق عبدالعزيز شاطر قائد الحرس الملكي ووالي جهة طنجة طوان الحسيمة وبحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل في هذه المسابقة نعود إلى الرباط حيث انطلقت منافسات الدورة الثانية والعشي للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المدرب التي تحتضنها ملاعب نادي اتحاد السكاكي المغرب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وذلك إلى غاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري نتابع منافسات الدورة الثانية والعشرين للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المدرب تنطلق بالرباط وتحتضنها ملاعب نادي اتحاد سكاكي المغرب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وذلك إلى غاية الخامس والعشرين من مايا الجاري يومي السبت والأحد خصصة لمنافسات الأدوار الإقصائية على أن تنطلق مباريات الصبورة النهائية الاثنين وأصفرت عملية صاحب قرعة الصبورة النهائية لهذه الدورة عن مواجهة صعبة للمغربية ملاك العلامي مع حاملة اللقب والمصنف الثامن والأربعين عالميا الإيطالية لوسيا برونزتي برسم الدور الأول المقرر الاثنين ولم تكن نتائج القرعة رحمة بالمغربيتين أي العوني ويسمين القباج التين استفادتا بدورهما من بطاقة دعوة حيث توجه الأولى في الدور ذاته المصري ميار شريف التي خسرت نهائي بطولة بارما الإيطالية المفتوحة فيما تلعب الثانية في الدور الأول أيضا ضد الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو المصنف السادس والخمسين عالميا نحن مصررون لأن أول مرة في ديزاني لدينا ثلاثة لعبات المغربيات في اللائحة النهائية في الصبر النهائي ثلاثة ثلاثة جواز من المغرب في الصبر النهائي وتشهد هذه الدورات مشاركة ستين لاعب يمثلن ثلاثة وعشرين بلدا من القارات الخمس ثلاثين منهن اعتبرن من أفضل اللاعبات المصنفات في المراكز المئة الأولى في دوري رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المدرب إلى هنا نصل مشاهدين إلى ختام هذه النشرة كالعادة للمزيد من الأخبار زور مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء اشتركوا في القناة